أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مشروعات تطوير المناطق غير الأمنة وغير المخططة وخلال اجتماعه لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس سيسي بإنشاء صندوق خاص بالصيانة مشروعات التطوير التي تم إنشاؤها لأهالين في المناطق غير الحضرية أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة المستمرة لملف تحصيل القيمة المدعومة من المستفيدين من الوحدات السكنية والتي يتم تخصيصها للصيانة وإدعاها بصندوق مقام لهذا الغرض ضماناً لاستمرارية الحفاظ على هذه المشروعات التي أنفقت عليها الدولة مليارات الجنيهات ومن ثم يجب الحفاظ على هذه الثروة العقرية كما أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن هناك توجيهاً بحصر الوحدات البديلة في مدينة الأمل وذلك في إطار الأعمال التي تتم لتطوير المدينة وفتح محاور جديدة بها لتيسير الحركة المرورية وتوفير الخدمات المختلفة للسكان ترجمة نانسي قنقر